اهلا بكم اصدقائنا بحلقة جديدة من برنامج العيادة. النهاردة هنتكلم عن السعرات الحرارية في البيض. ولكن قبل الدخول في محتوى الحلقة برجاء. الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو. اهلا بكم. يتناول العديد مننا البيض المسلوب وتحديدا على وجبة الفطور. نظرا لفوايده العديدة. لكن العديد مننا يجهل عدد السعرات فيه. حيث يحتوي البيض على نسبة جيدة من البروتين. ويعد خيارا رخيصا مكارنة مع مصادر البروتين الآخرى. وذلك يجعل منهم المصدر الاول لدى الجميع للحصول على البروتين. وتختلف السعرات الحرارية للبيض باختلاف طريقة اعداده. از ان السعرات الحرارية في البيضة المسلوقة تساوي مية خمسة وخمسون سعرة حرارية. بينما يحتوي البيض المقلي على مية ستة وتسعين سعرة حرارية. ننتقل الان الى القيمة الغذائية للبيض المسلوب. حيث يحتوي بيض المسلوب على العديد من العناصر الغزائية المهمة والفيتامينات المهمة. مثل فيتامين وفييتاميين اي وفيتاميين بها اتناشر. والعناصر الغزائية في بيضة بحجم 100 جرام هيك التالي. اولا البروتين بنسبة اتناشر وتمانية وخمسين في المية جرام. ثانيا اجمال الدهون عشرة وواحد وستين في المية جرام. السود يمية اربعة وعشرين ملي جرام. رابعا الكالسيوم خمسين ملي جرام. خامسا الحديد واحد وتسعتاشر ممية ميلي جرام سادسا الماغنيسيوم عشرة ميلي جرام سابعا الفصفور مية اتنين وسبعين ميلي جرام سامنا الكوليسترول تلتمية تلاتة وسبعين ميلي جرام واخيرا الزنك بنسبة واحد وخمسة ممية ميلي جرام ننتقل الان الى فوائد البيض المسلوق حيث يحتوي البيض على العديد من الفيتامينات والمعادن الاساسية والهمة لاي نظام غزائي صحي وفيما يلي بعض الفوائد للبيض المسلوق اولا الحفاظ على صحة الجهاز المناعي وسلك بسبب احتوائه على العديد من الفيتامينات ثانيا يخفض مقاطر الاصابة بامراض القلب ثالثا الوقاية من العيوب الخلقية عند الجنين والحفاظ على حمل صحي لاحتوائه على حمد الفولي رابعا الحفاظ على صحة العين وتعزيز الرؤية الجيدة واخيرا فجدان الوزن والحفاظ عليه بسبب وجود البروتين الذي يزيد فترة الاحساس بالشبع ننتقل الان الى اهمية تناول البيض المسلوق اولا يعتبر مصدر جيد للبروتين حيث تحتوي البيض الواحدة بحجم مية جرام على اتناشر ونص جرام من البروتين الذي يحتوي على انواع الاحماض الامينية التسعة التي لا يستطيع الجسم تصنيعها بنفسه ويحتوي سفار البيض على نصف كمية البروتين ونسب قليلة من الكولسترول والدهون ثانيا مصدر مليء بالعناصر الغذائية وهذا يعني ان البيض يحتوي على عناصر غذائية اكثر مقابل السعرات الحرارية مقارنة مع الاطعمة الاخرى ففي حال تناولك للبيض ستحصل على فيتامين بي اتناشر والسيلينيوم والفوسفور والعديد من مضادات الاكسادة التي تحافظ على الصحة سالسا يرفع نسبة الكولسترول الجيد واخيرا يخفض من نسب الدهون الثلاثية فقد يساهم البيض وخاصة المليء بالاعماض الدهنية مثل الاما جسري الى خفض نسبة الدهون الثلاثية وفي نهاية حلقاتنا نتمنى لكم دوام الصحة والعافية ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والاعجاب بالفيديو وتركوا ارائكم في التعليقات